أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج هي خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية خارج حدود الوطن وواجهته أمام العالم جاء ذلك خلال مراسم أداء القسم الوظفي للدفع السادسة والخمسين من الملحقين الدبلوماسيين الجدد التي تم تسميتها باسم السفير سليمان عواد وعقب انتهاء مراسم أداء القسم حرصة وزير الخارجية على إجراء حوار مفتوح مع الدبلوماسيين الجدد وشدد وزير الخارجية على أهمية قيام الملحقين الجدد ببذل قصارى الجهد لخدمة مصالح الوطن